معنى بناتنا لا يمكن نعرضهم لأي قطر لا سمح الله اليوم انطلقت الاختبارات الورقية للمرحلة الثانوية للصف الثاني عشر الجدرات كانت سليمة 100% والاختبار كان سهل كل شيء واضح بعد جدل طال ألية إجرائها امتحانات الثاني عشر تنطلق ورقيا والتربية تشيد بأجواء تنظيم والتربية تدعو طلبة الثانوية في المدارس الأجنبية غير المطعمين لإجراء بي سي آر مجانا غدا المسؤولية عليكم كبيرة لكن ان شاء الله تقد مزج ما بين الماضي والحاضر في لحظة حقيقة لا تكرر وتتكرر البلد يحتفي باستقبال أحمد الخطيفي زيارة توثقية للمبنى وقاعة المجلس التأسيسي الغانم يصل جنيف لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة كممثل للبرلمانات العربية وطائرة عسكرية كويتية تحط الرحالة في الأردن محملة بأطنان المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني تعمد الاحتلال في استهداف الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية يقابله الصحفيون الفلسطينيون بتأكيد أن أقلامهم وعدسات في الميدان وفي نافذتنا على غزة العميون سطروا الحقيقة بالدم والاحتلال استهدف الأقلام والعدسات في عدوانه الأخير نشرة الأخبار من اي تي في العدالة أهلا بكم أهلا بكم بعد أشهر من السجال والجدل بشأن آلية إجرائها انطلقت اختبارات المرحلة الثانوية صباح اليوم وراقيا للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي وسط الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية بالتنسيق بين وزارتي التربية والصحة وقد أكد وزير التربية الدكتور علي المضاف خلال جولة تفقدية أن امتحانات الفترة الدراسية الثانية للصف الثاني عشر بدأت في أجواء مطمئنة ومريحة بجميع اللجان عقب إتمام كل تجهيزات والاستعدادات وفق الخطة الموضوعة بفضل الجهود الجماعية المبذولة والتعاون البناء اللي شفت حاليا من جولتي شي شرف أخواني وأخواتي في وزارة التربية على مدى من أعلننا عن الاقتبارات وإحنا أعلناها في وقت مبكر أعلناها في شهر ثلاثة مع بداية الفصل الثاني وسبب إعلاننا سبب إعلاننا أن يكون في وقت مبكر أن نعطي الفرصة لأبنائنا وبناتنا يستعدون لهذا الاختبار أبنائنا وبناتنا لا يمكن أن نعرضهم لأي خطر نبدو الأسباب ونخلق هذه البيئة الآن وشفت اليوم إن شاء الله في الجولة البسيطة اللي مرينا عليهم والتباعد اللي موجود التداء الكمام أعطيناهم فرصة للتطعيم حتى يحموا أنفسهم وأهليهم وأيضا عملنا مسحات وقد دشنا أكثر من خمسين ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة اليوم وسط أجواء تنظيمية لافظة وبمشاركة جهات عدة فريق اي تيفي العدالة واكب مجريات اليوم الأول وأعد هذا التقرير نتابع اليوم انطلقت الاختبارات الورقية للمرحلة الثانوية للصف الثاني عشر بقسميها العلمي والأدبي وسط إجراءات احترازية واشتراطات صحية بالتنسيق بين وزارتي التربية والصحة من الصباح الباكر وإحنا بدأنا في تجهيز المدارس أو مدرستنا وفي الجنة توافد الطلاب اليوم والشي الجميل أنه كانوا متوافدين وهم يعني حقيقة يستشعرون هذه الاختبارات بعد انقطاع استمر تقريبا سنة ونص عن مقاعد الدراسة اليوم المدارس أو مدرستنا حقيقة استهلت واليوم فرحنا في وجودهم أنا أعتقد حتى جدران المدارس كانت مشتاقة كثير لطلبتها الطاولات الكراسي الكل كان يعني مشتاق لوجود الطالب ساحات المدارس اشتاقت لطلابها فاليوم كان حقيقة مثل العيد باستقبالنا لهذه المدارس استقبلناهم في حذر استقبلناهم في احترازات واشتراطات وزارة الصحة والله الحمد طلابنا اليوم ادخلوا كلهم بشهادة التطعيم او شهادة فحص الكورونا الكوفيد 19 الحمد لله والشي الجميل ان ما عندنا حالة غياب واحدة الكل حضر الكل تواجد مثل ما قلت حسينا في اشتياقهم للمدارس دخلنا عليهم في اللجان كانوا في اريحية ومرتاحين وما في اي مشكلة من مشاكل اللي يعني كان مصور او تصور اللي كان موجود او تخوف الناس بالعكس كانوا متواجدين وفريحين في هذه المتحانات ومرتاحين جدا الحمد لله في سيابية في سلاسة في الدخول تواجدهم داخل الصفوف كان تسليمهم اسلامهم لأوراق الاختبارات كان ايضا بسلاسة تواجد الفرق كاملة الحمد لله بالنسبة لنا التدخل السريع الفرق الصحية كلهم موجودة وقدرنا الحمد لله انه يعني نخلي اليوم الاول يوم جميل بالنسبة لنا ومريح بالنسبة للطلاب فهذا الحمد لله نسأل الله توفيق لهم نسأل الله انه يسدد خطاهم ويفرحنا بنجاحهم ان شاء الله استقبلنا الطلاب اوكي بكل صدرياني وكل معنوية عالية وبكل ايجابية عالية هم بعد كذلك والحمد لله تمت الاجراءات كلها صحيحة والحمد لله طبعا خلوا الطلاب طبعا عندنا هنا طلابنا عندهم الشهايد اوكي زائد الكرت ما الفحص ازاي والحمد لله نسأل وعرفت شرد ندخلهم اجراء الحارة اجراء حركة اجراءات هذة كلها لازب يعني اي الشرق شرط مشروط انه اوكي يكون اوكي يطالد داخل اللجدة يكون انه مرتاح وزادوا اخوانا لوياها وزملائها كذلك مرتاحين وليش انه يكون فيه امان داخلي للطالب الجدراءات كانت سليم 100% والاختبار كان سهل كل شيء واضح ماخذين كل الاحتياطات وعلى الامتحان السهل الوضع السليم يعني ما فيه اي شيء غلط يعني الامتحانات سهلوها وايد والاجراءات وايد زينة يعني تباعد وستة بالصف بس ما ماكو اي شيء ثمان صفحات مغالي او ثمان اسئلة مغالي واربعتاش سؤال موضوعي معك الطالب فهد سالم الهاجري الاجراءات والله زينة وحسب الدخول والخروج منظم والاختبار كان سهل تنظيم يقوس الحرارة ويشوفون يعطونك تاخذ اول شيء لازم الكمام معك وما تدخل يعني الصف لازم يفتحون الباب بالمزرس ساعة سابق ونص تدخل قبل الاختبار لازم تكون متواجد يعني اسئلة مباشرة جدا اللي دارس بيحل عندك اسئلة حيل يعني كانت مكررة في متحانة السابقة وجدت الحمد لله السنة هذه والسنة هذه الرياضيات يعني كان فوق يعني فوق مستوى العالي كان حيل سهل صعب اللي مدارس بس اللي دارس يعني وشارد حيلة ربي ما ضيح تعمل إنسان والله الاختبار اليوم كان سهل حيل حيل سهل وبعد الإجراءات اللي موجودة مني أولا إجراءات طيبة ترتيب وشغل منظم إلى ذلك دعت وزارة التربية طلاب الثانويات العامة لمدارس التعليم الخاص ذات المنهج الأجنبي وثنائية اللغة غير المطعمين إلى التوجه غدا لمحجر مستشفى جابر لإجراء فحص بي سي آر مجانا وأوضحت الوزارة أن موعد استقبالهم في مستشفى جابر لإجراء المسحة سيكون من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة التاسعة ونصف مساء حتى يتمكن من دخول الامتحانات المقررة لهم يوم الأحد المقبل ولفتت إلى أن الاختبارات ستكون لمواد القرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية والتي ستعقد في الفترة من الثالث عشر وحتى الخامس عشر من الشهر الجاري رحب رئيس المجلس البلدي أسامة الاعتابي بزيارة الدكتور أحمد الخطيب عضو المجلس التأسيسي للكويت وأحد صاغت الدستور وقال الاعتابي أن زيارة الخطيب كانت توثيقية للمبنى وقاعة المجلس التأسيسي والمجالس التشريعية المتعاقبة مستذكرا بهذه المناسبة تاريخ المبنى وشاكرا رجالات الكويت ومن قام بإخلاص على نهضة البلاد وأضاف أننا ننعم بهذا الدستور الراقي وهذا العقد الاجتماعي الفريد الذي نأمل الاستمرار فيه وفي دولة المؤسسات ونسأل الله أن يحفظ الجميع ويحفظها الكويت أنتم إن شاء الله كمجلس بلدي الخيار من أهل الكويت إن شاء الله أقول المسؤولية عليكم كبيرة لكن إن شاء الله أنتم قدها أستعدنا اليوم بزيارة الكريمة من الدكتور أحمد الخطيف أحد الرواد المؤسسين للمجلس التأسيسي في الكويت وأحد صاغت الدستور ومن أقره ومن وقف عليه مشكورا مع من كان نقدر لهم ونجل لهم هذا الدور الكبير حقيقة اليوم شعور ما استشعر فيه وهو مزج ما بين الماضي والحاضر في لحظة حقيقة لا تكرر وتتكرر في هذا المبنى وكل زاوية وكل جنبات هذا المبنى لتحمل أحداث وقصص وفعلا إنجاز لمن قام بإخلاص على نهضة هذه البلاد لهم منه كل الشكر والثناء والتقدير ونسأل الله أن يمن عليه بمنفور الصحة والعافية والعمر المديد وفعلا مقدر جهودهم واليوم ننعم بهذا الدستور الراقي وهذا العقد الاجتماعي الفريد الذي نأمل بإذن الله أن يتم استمرار فيه وفي دولة المؤسسات ونسأل الله في النهاية أن يحفظ الجميع ويحفظ الكويت وشكرا لحضوركم وشكرا كبيرا لوالدنا الكبير الدكتور أحمد الخطيب وأشكرك جدا يا دكتور يا عمي أنك على حضورك اليوم وفعلا سعيدين جدا بهذا التواجد في سياقنا مختلف أعلنت بلدية الكويت توجيهة 53 تنبيها لإحضار ترخيص البناء بجميع المحافظات منذ بدء حملة الكشف على مخالفات البناء ورصد العقارات المخالفة بجميع محافظات الكويت وأوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الفروانية سعيد العازمي على هامش جولة ميدانية بمحافظة الفروانية توجيهة أربعة تنبيهات لإحضار ترخيص البناء للتأكد من متابقة العقار للترخيص الممنوح من قبل البلدية وأضف العازمي أن الحملة تهدف إلى التأكد من مدى التزام أصحاب العقارات بالترخيص الهندسية وعدد الأدوار المسموح بها تبقى للترخيص الممنوحة لهم من قبل البلدية وصلها رئيس مجلس الأمة مرزوغ غانم إلى جنيف في زيارة تستغرغ يومين يجتمع خلالها كممثل للبرلمانات العربية إلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوراتي باشيكو وعدد من مسؤول الاتحاد ويأتي اجتماع الغانم كممثل للمجموعة الجيوسياسية العربية بالتنسيق مع رئيس الاتحاد البرلماني العربي صقر غباش وذلك لبحث تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة في أقابع اعتداءات قوات الاحتلال على القدس وغزة وباقي الأراضي الفلسطينية مؤخرا وكان رئيس مجلس الأمة قد اقترح على الاجتماع البرلماني العربي الطارق حول فلسطين والذي عقد في الثاني عشر من شهر مايو الماضي تشكيل وفود برلمانية عربية للتواصل مع ممثل البرلمانات العالمية ورؤساء المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد الدولي وذلك لخلق مزيد من الضغط من أجل فتح ممارسات الاحتلال والتأكيد على عدالة قضية الشعب الفلسطيني في موازات ذلك وصلت إلى العاصمة الأردنية عمان طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الكويتية محملة بمساعدات إغاثية وطبية تزين أربعين طن مهداة لشعب الفلسطيني من الجمعية الكويتية للإغاثة وكان في استقبال أولى شحنات المساعدات التي تأتي ضمن حملة فزع للأقصى الشعبية سفير الكويت لدى الأردن والمحال إلى فلسطين عزيز الدحاني والذي قال إن هذه أول أولى طائرات بل أولى الطائرات من القافلة الجوية التي ستصل تباعا وعلى متنها مساعدات إغاثية وطبية وغدائية لافتا إلى أن هذا النهج الإنساني لإغاثة الأشقاء والمحتاجين نهج تاريخي جبل عليه الكويتيون كما أشار إلى أن التوجهات السامية لسمو أمير البلاد والتعليمات المباشرة للحكومة الكويتية أثمرت عن إطلاق هذه الحملة الشعبية الإغاثية وفي نافذتنا اليوم على واقع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير نصلت الضوء على عدسات وأقلام فرسان الحقيقة الذين سطروا جرائم الاحتلال بدمائهم نعم فخلال العدوان دمر الاحتلال خمسا وخمسين مؤسسة أعلمية فيما استشهد صحفي وأصيب أكثر من مئة آخرين المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا من فلسطين بهاء طباسي وضع العدوان على غزة أوزاره ولا تزال عدسات وأقلام فرسان الحقيقة تنقل جرائم الاحتلال عدوان ضمر خمسا وخمسين مؤسسة إعلامية ما أدى لإرتقاء صحفي فيما أصيب أكثر من مئة آخرين حقيقة الصورة وقوة الصورة التي وصلت إلى العالم أجمع نابعة بأن هؤلاء كانوا أيضا جزء من الاستهداف وكانوا ضحايا في محطات كما تم مع الشهيد أبو حسين وبالتالي هم كانوا مهددين هذا التهديد بالإضافة إلى تواجدهم إلى الميدان أخرج صورة حقيقية تنبد وكأنها ترسم حالة المعاناة التي كان يعنيها الصحفي والمصور الفلسطيني في الميدان عبر تعمد استهدافه للصحفيين اعتقد الإحتلال واهما أنه سيوقف عملهم ويمنعهم من نقل الحقيقة فكان له فرسان الكلمة في الميدان فرصدوا جرائمه ووثقوها لحظة بلحظة ونقلوها للعالم أجمع وما زالت رسالتهم مستمراه رغم الخطر الذي كان موجود على أرض الواقع وفي الميدان نتعرض عليه إلا أنه إحنا وصلنا عملنا على أكمل وجه وصلنا في نقل الرسالة وصلنا في توسيق الجرائم التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي ورغم كل الخطر هذا إنه إحنا وصلنا بكل قوتنا ورغم قصف مكاتبنا كصحفيين وكوسائل إعلام وتعرضها للخطر وتدمير المكاتب إلا أنه إحنا ما انقطعناش عن مواصلة عملنا وتوثيقا لجرائم الإحتلال نظم المكتب الإعلامي الحكومي معرض شاهد على الحقيقة ويتضمن المعرض مئات الصور التي شارك في التقاطها 23 مصورا لكل واحدة منها حكاية قتل ودمار ومجازر بحق المدنيين هذا المعرض يجسد كشف جرائم الإحتلال إسرائيلي وتوثيقها عبر مجموعة من صور المصورين الفلسطينيين الذين عملوا أثناء العدوان ونقلوا بعجساتهم وكبراتهم جرائم الإحتلال بحق أبناء شعبنا هذا المعرض هو ان شاء الله انتقال لمرحلة أن يتم محاسبة إسرائيل وقادتها أمام المحاكمة الدولية وهي موثقة بالصور لتكون شاهد عيان على دولة الاحتلال ويعاني الصحفيون الفلسطينيون من صعوبات كثيرة في ممارسة عملهم الإنساني ذلك عائد إلى الاستهداف المتواصلي للطواقم الصحفية تعمد الاحتلال في استهداف الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية يقابله الصحفيون الفلسطينيون بتأكيد أن أقلامهم معدسات في الميدان لنقل الحقيقة وكشف جرائم الاحتلال بها طباسي اي تيفيا العدالة غزة فلسطين وافق عضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب وافقوا بالإجماع على رئاسة الكويت للمكتب التنفيذي للمجلس بعد انتخابها عضوا بمجاب القرار الصادري عن المجلس قالت وزارة العدل الكويتية أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب أقد اجتماعه أبرى تقنية الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي والذي قال في كلمته أن الأثار المترتبة على جائحة كورونا لم تقتصر على الجانب الصحي فقط بل امتدت لتشكل عبءا على المنظومة القانونية عبر انتشار جرائم التمييز والكراهية مشيرا إلى أهمية مشروع القانون العربي الاسترشادي الذي أعدته الكويت والمعنى بمنع خطاب الكراهية النشرة متواصلة مشاهدين وفيها بعد الفاصل خام الكويت يتمسك بمستوياته القياسية رغم الدراجع أهلا بكم انخفض سعر برميل النفط الكويتي 73 سنة ليبلغ 70 دولار و60 سنة في تداولاتهم أمس وفقا لإسار المعلن من مؤسسة البترول الكويتية نعم وفي الأسواق العالمية ارتفع خام برينت 73 سنة ليبلغ 72 دولار و22 سنة للبرميل في حين ارتفع خام غرب تاكساس الوسيط الأمريكي 82 سنة ليبلغ 70 دولار و5 سنة أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع الدفعة السادسة من الضحية الثالثة من قسائم جنوب مدينة صباح الأحمد والتي تشتمل على 121 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ الخامس والعشرين من يناير عام 2011 موضحة أن توزيع البطاقات سيكون يوم غدا الخميس والأحد المقبل فيما سيتم توزيع البطاقات الاحتياط يوم الأثنين والثلاثة على أن يتم إجراء القرعة يوم الأربعاء في السادس عشر من الشهر الجاري ودعت المؤسسة المواطنين للحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السر الساعة العاشرة صباحا في المواعيد المبينة نشرتنا متواصلة وفيها بعض الفاصل نادي النصر يضم مشاري العازم إلى صفوفه أكد مشاري العازم لاعب الفريق الأول لكرة القدم لنادي كاظما والمنتخب الوطني سابقا انتقاله رسميا إلى نادي النصر ليمثل الفريق الأول بالعنابي ابتداء من الموسم المقبل وذلك في صفقة انتقال لعدم تجديده مع نادي الكويت الذي لم يشارك معه بصفة أساسية طوال الموسم الماضي ويعتبر العازم من أفضل لاعبي الوسط على صعيد المحلي وسبقا مثل الأزرق في استحقاقات دولية سابقة ومن المتوقع أن يشكل إضافة للنصر الذي يسعى للمنافسة على الألقاب بقيادة الإداري المميز فيصل العدواني والمدرب الوطني سلمان السربل حققت البرازيل فوزه السادس طواليا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى منديال قطر على حساب برغواي بهدفين نظفين متابعت التقدم في الصدارة فيما أهدرت الأرجنتين الفوز في الرمق الأخير أمام كولومبيا ورفعت البرازيل رصيدها إلى ثماني عشرة نقطة مقابل اثني عشرة نقطة للأرجنتين وتسعا للإكوادور في المجموعة الموحدة التي تضم عشرة منتخبات وسجل النجم نيمار هدف السبق للبرازيل في الدقيقة الرابعة من مسافة قريبة ثم أضف باكيتا الهدف الثالي في الوقت بدل الضائع مشاهدين إلى هنا ووصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة كما نذكركم بإمكانية متابعة أخبارنا عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا يمكنكم مشاركتنا بأرائكم وقضاياكم ومنشداتكم عبر مقاطع فيديو قصير على رقم واتس أب ضمن فقرة تفاعلات شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة